قد يكون قرار إعفاء الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز من منصبه كنائباً لوزير الدفاع أمراً طبيعياً في إطار سلسلة التغييرات والإعفاءات التي شهدتها المملكة خلال الأشهر المنصرمة إلا أن تزامن القرار مع الظروف والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة والمنطقة جعل منهم مادة أكثر إثارة لفضول واهتمام المراقبين فالرجل كان قد أمضى على تعيينه في منصبه شهر ونصف الشهر فقط كما أن الأمر الملكي الذي أعفي بموجبه لم يتضمن عبارة بناء على طلبه كما درجة العادة ولم ينص على تعيين بديل له واللافت أيضاً أن التغيير هو الرابع الذي يطرأ على منصب نائب وزير الدفاع السعودي في غضون عام ونيف إذ كان الملك عبد الله قد أعفى في الرابع عشر من الشهر الماضي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز من المنصب ليخلفه حين ذات الأمير خالد بن بندر نفسه والأشهر القليلة الماضية شهدت أيضاً صدور عدد من الأوامر الملكية الأخرى التي أعفى الملك عبد الله بموجبها مسؤولين كباراً من مناصبهم ولربما كان أبرز هؤلاء الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز الذي أعفي من منصبه كرئيس للاستخبارات العامة في شهر أبريل نيسان الماضي هذه الإعفاءات ينظر إليها البعض على أنها محاولة من قبل الملك الذي تجاوز سنة تسعين لتمهيد الطريق أمام شقيقه الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء لكي يخلفه على عرش المملكة على أن تأولى ولايات العهد حينئذن للأمير متعب ثالث أبناء الملك عبد الله موسم الإعفاءات تزامن أيضا مع تطبورات خطيرة ومتسارعة تشهدها المنطقة وقد يكون أخطرها التوسع السريع والمفاجئ لأنشطة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وسيطرته على مساحات شاسعة في كل من سوريا والعراق ورغم الاتهامات التي تكال للسعودية بدعم المسلحين الإسلاميين في البلدين فقد صنفت المملكة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام كمنظمة إرهابية وقد أصدر الملك عبد الله قبل أيام فقط أوامر باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية السعودية من التهديدات الإرهابية المحتملة أن تنجم عن الاترابات في سوريا والعراق كما تعهد الملك عبد الله السبت بسحق المتشددين الإسلاميين الذين يهددون المملكة قائلا إنه لن يتسامح مع شرذمة من الإرهابيين وأيا تكون أسباب قرارات الإعفاء والتغيير في المناصب الحساسة في المملكة فإنها لا شك تؤشر على تحسس ما قد يحمله قادم الأيام من مخاطر على منطقة حبلة بالمفاجآت والمتغيرات والتي قد لا تكون المملكة هذه المرة بمن أنعنها ضاح حسن بي بي سي